عن اللي شاف الأغنية دلوقتي أو شاف الكليب الوهلة كده حيقول الكينج هو اللي طالع دلوقتي في الكليب لكن مش دي الحقيقة دي أغنية للي للكينج محمد مونير وناس كتير جدا بدأت تتكلم عن الشبه الكبير اللي ما بينه وما بين الفنان الكبير محمد مونير طبعا تتلخبطه دلوقتي لكن هنتعرف عليه دلوقتي كتير متعرفوش عنه أنه هو مش بس شبه مونير هو كمان ممثل موهوب جدا تعالوا نرحب بالفنان شبيه الكينج شبيه قوي بقى للكينج محمد مونير أحمد يونس بلاش شبيه صباح الورد عليكم بلاش شبيه موضوع شبيه بيروح في حتة تانية خلص ليه بقى بيروح ليه بيدايقك بيدايلي لأن أنا مش شبيه حد أنا في حاجة اسمها تكسيد شخصية انت بتجسيد شخصية مطلوبة منك بس فيه شخصية قريبا منك قوي اللي هي من صغرك وانت بتعمليها نفسك توصلي لها فهي دي الروح بتروح يعني زي ما بقولوا كده الروح للروح دايما بتحن صحيح فأنا روحي مربوطة بروح الكينجي رغم أنه أنا ما شفتوش لحد الوقت وهناك كلم في الموضوع ده طبعا انت من النوبة أو لا أنا اسمي أحمد يونيس خريج ورشة نقوم تلماني تمثيل هي الدفعة الثالثة كدش محمد علام عندي 38 سنة من السيرة الزنب أحسن ويس من ممتاقة شعبية طلعت نجوم معروفة وأنا بفتخر طبعا لأنا منها طلعت النجم دراستك أصلا يا أحمد تمثيل ولا أنت كنت تشتغل حاجة تانية قبل معا اشتغلت حاجات كتير قوي اشتغلت كل حاجة بسبب التمثيل لأن التمثيل مش بيرضى بأي شغلانة يعني الدكتور محمد عبدالهادي والدكاترة اللي إحنا بنتعلم منهم بقولك التمثيل مش بيرضى بأي شغلانة طب كلمنا بقى عن مشاركتك في كليب لالي إزاي تم اختيارك لقوك إزاي من ضمن السعي اللي أنا بسعيه في التمثيل وكده فدي الحاجة الوحيدة للأعلان اللي ما شفتوش يعني أنا متعود لأنا أنزل على الفيسبوك عندي أني يا جماعة في هنا يا جماعة في هنا يا جماعة في شغل هنا في مخرج عايزة فالأعلان ده الوحيدة اللي ما شفتوش فالناس لقيت التليفون بيريني أحمد إلحدة في حاجة لي كنتا والبداية بتاعتك بتاعتك انتا بتاعتك انتا لأنه على الفيسبوك والزماية اللي وصحابي عارفيني أن أنا بحبه فقالولي دي بتاعتك انتا فتوصلت مع شركة الكاستنج بعد سؤالهم عارفيني بعد سؤالهم لجنرال بتاعك موجود عندنا اتفرجوا الحاجة قالولي خلاص تمام ضني انت مترشح معنا فبعد الترشيح أنا خلاص أول الترشيح أنا مش بحط في دماغي لما بقولي كلمة انت ترشحت لسا ما اخترني لسا ما تمش الاختيار لسا ما حادش اخترني فخلاص بعدها بيقولوا لي انت معنا في الكليب رسميا بقى خلاص المخرجة مريم البجوري اخترتك فدي طبعا دي كانت عملت فرح في البيت طبعا دي اول حاجة ليك كتمثيل ولا انت مثلت اصلا في مسرحيات او في اعمال فنية قبل كده ودر يعني خمس سنين كعب ناير زي ما بقول يعني لسا بتمنتظر الفرصة وتعتبر اول فرصة ليك هو الكليب ده وان شاء الله يبقى فاتحة خير بقى ها اللي هو ليلي ها يعني انت في الاساس من محبي الكنج منير اه طبعا من قبل لما يجي لك الكليب احسسك ايه اه طبعا يعني انا عم كلنا اه طبعا يعني انت كان احسسك ايه انه اول ظهور ليك فحاجة عندك شغف ليها وبتسعى ليها بقالك سنين تبقى مطربك المفضل الكنج منير اول ظهور حقيقي اه ده اول ظهور اللي هو العلامة الكاملة زي ما بقوله اللي انا ممكن ممكن ما اشتغلش بعد كده بعدها لا لا ان شاء الله تشتغل وتشتغل كتير فدي حاجة طبعا خلتني في منتهى منتهى الساعة انا مكنش مصدق عدت فترة اقافل على نفسي اللي انا هل ده فعلا هيحصل ولا لحد ما روحت البروفات ونكونت الان برضه بس اللي طمين وانا ومما بيفتحوا باب للشركة وحنا بنعمل البروفات ان كلهم اتخضوا يعني ايه ده كينج بامونير جي كلهم وقفوا كده طبعا عايزين بقى نعرف تفاصيل اكتر عن كواليس شغلك مع الفنان اكرم حسني كلمنا عنه وكلمنا عن كواليسه الفنان اكرم حسني ده مهما هقول عنه مش عشان عنه عن هوى ولا لا بجد شخصية محترمة متواضعة جدا طيب بيساعد مرح في اللوكيشنات في اللوكيشن بتاعه لدرجة لو وقف تصوره عملنا تيك توك طب علاقتكو كتعملت زي بقى مع بعض السيدة عبير عبير المديرة اعماله كانت اول ما شافتني عبير الجرح اول ما شافتني قالت له بس انا هوريك حد يعني كينج فانا كنت في اللوكيشن فقالت له يوني استعلا فاول ما شافتني قال لي يونهر ابيض ده بجد ده هو فطبعا قلت لنا كنت نفسه اشتغل معك في مسلسل مكتوب علي قال لي ربنا ان شاء الله يكرمك فبدأت اشتغل قدامه كان احلى سوكسي خدته منه اعتبر كان احلى سوكسي امسك قفلي في اللوكيشن فقالت اكرم عشرة عمي يعني بداية شغلي في الازعكة مع اكرم حسني واكرم قد ايه حد موهوب وقد ايه هو فعلا حد متواضع وبيحب ينور اللي معاه دايما يعني ما عندوش حتة الغرور ولا النفسانة ولا الكلام ده خالص حقيقي قلبه ابيض جدا يعني مفيش خالص طيب اوي 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 اتفقتوا على شغل مع بعض في المستقبل غير ليلي كليب ليلي خلينا نشتغل الاول وهو يشوف شغلي وبعد كده بعد ما اثبت له ان انا شغلي كويس او الحمدلله هبدأ اتواصل معاه ما بعرفش اتواصل مع حد غير لما يشوفني الاول طب ما تيجي توري الجمهور بقى فرصة ان انت معانا عالشاشة دلوقتي تورينا ما هوهبك بقى يعني يغنيلنا اغنية كده للكينج بالبادي تقلدهولنا بالضبط او تقلدهولنا اه تقلدهولنا اقلدهولكوا قاعد ماشي ايه سألتو هل دائن والع كان الجواب صدو سائد دالل سائد دالع ما فتح هوا صدو ومشيت وشوش في الودع ولقاني لي رده اللي فتح باب الواجع واجب عليه رده الله الله يعني انا حاسن نرا عدا قدام الكنج انا حاسن نرا عدا قدام الكنج لأ ما حميك طب طب احكيلي الكليب اخد تصوير قد ايه كم يوم؟ يومين يومين انت حضرت اليومين انا حضرت اليوم اللي هوه يوم الوقفة قبل العيد بيوم وكان في يوم قبلها كان بتصار في 3 أكتوبر وانا حضرت جزء تاني من التصوير كان في الجمالية وفي وسط البلد بالمناسبة المخرجة عاملة مطحف صغير كده طبعا كلنا شفناه مطحف الكنج مصغر كده لما دخلته حسيت ان انا مش عايز اخرج يعني عاملة حالة فعلا انا حسيت ان بجد شابول المخرجة مريم الباجوري طب انا عايز اعرف انت لحد الوقت ما قبلتش الكنج للاسف ونفسك تقبله جدا لو قبلته اول حاجة هتقوله له ايه؟ حلم عمري حلم عمري اللي انا اشوفك رحت للحفلة برضو معرفش قبله لا كلمه كده كأنه موجود قدامك ياه هتقوله ايه كده اول ما تشوفك في صمت لازم يحصل في رهبة لابدك بص الكاميرا كده وقوله علشان يمكن يشوفك بلوقت بنحبك ونفسنا انه بقى يعني شايفينك على طول منور اغانيك معلمة في اجيال مش في جيل واحد ولا ولا الاغنية دي الاخيرة دي لا اغانيك كلها مش ليك ملكش جمهور ليك شعب بس في كلام كده اللي بيطلع مع الاحساس لما يكونوا بجد حقيقي قدامي شاركت في مسلسلات معروفة زي ضربة معلم صح؟ اللعبة اتنين النقطة العمية ومنورة بأهلها مش كده ورا كل باب لحظة ضعف ورا كل باب لحظة ضعف هل كنت في كل مسلسل بتدخله بتحس انه عشان انت شبهها قوي لكينج مونير انه في حد حبسك في الزاوية دي ولا يعني خلاص هما اغدينك كممثل ويمكن يوظفوك في حاجة مختلفة خلينا منتفقين ان هما بيبعدوا شوي عن الشبيه فانا بغير الكراكتر بتاعي بعمل دوغلس كده بروح لي محمد علي معرفش يعني اعمل دوغلس اروح لي محمد علي احلق دوغلس الاقي نفسي مع المونير مع كينج انت في الصورة المعروضة دي يعني مش شبه منير خالص انت واحد دي بالزبط ده اول لوكيش اندخلته مع الفنان محمد رجل طب كواليسو ايه؟ احكي لنا عن التجربة كان احساسها ايه بالنسبالك؟ دخلت للوكيشن الساعة خمسة الصبح اول واحد كنت قعد على الارض مش ممثل بها داخل يعني حد لسه مع مين ده او مثلا مش معروف خالص يعني محد جاي اعمل مش هنزغان ويمشي فدخل الفنان محمد رجب قال انت عاكده ليه فانا ادحكت ولتوله لسه محدش جاي قال لي جاي بدر قوي هو بيجي بدر برضو يعني هو جاي بدر فده اول يعني اول مقابلة مع نجم اه فان شعورك ايه وقتها؟ فرحتي قوي يعني انا فرحتي اول لانا اول وقوف لها في الوكيشن هيبقى مع الفنان محمد رجب لانه ممثل كبير جدا طب هل الشبه اللي بينك وبينك محمد مونير عامل في اتجاهك للتمثيل ولا انت الموهبة كانت عندك مثلا من وينت صغير لا الموهبة الشبه انا بحاول زي ما قلتلك كده انا بحاول ابعد عن موضوع الشبه بتغيير الكراكتر بمعنى صح بربي كده بتغير شعرك مثلا انا اخر حاجة عاملها مسلسل بلتو مرجع شعر خالص ورا فبغير عشان اشتغل لان هما مش هيشغلوني او بحث هما مش هيشغلوني طالما فيه كراكتر بشبيه لحد او ملمس لحد هو عموما التجارب القديمة كمان اثبتت انه دايما يعني يمكن كان فيك تجربة برضو كان فيه شخص انا فاكرا كان ممثل كان نسخة من عيد الامام لو تفتكر زمان وشغلوا فعلا استثمروا شكله في المسرحيات وكان يعني كابي بيست بس هي مشكلة الشبيه انه بينتهي بسرعة يعني خلاص اه تبقى زي ترند وبالزبط بيطلع فيلن ترند وبينتهي تماما فده تفكير زاكي منك انت بتحاول تخرج يعني من الموضوع ده علشان ما تحطش لنفسك نهاية من قبل ما تبتدي يعني اول ما عدت قلت بلاش موضوع شبيه عشان انا ما بحيبش بخاف من ده يعني انا بخاف من ده لان هم الشبيه ما عندوش ملكة التمثيل هو طالع بيستغل حاجة معينة لأ انا عندي ملكة التمثيل يعني الحمدلله فضل ربنا انا متعلم تمثيل ومن اسات زكبار طب كلمنا بقى عن دور المسرح في حياتك عامل ازاي؟ الله يعني المسرح ده العشقة بدأت مسرح كتاعة خاص في وسط البلد عادي واشتغلت في عرض اسمه بطة في المحطة كان كوميدي كان اخراج الدكتور الاستاذ ايها برمضان كان اول بطولة ليا اول عملية اول مسرحية ليا هو اول يعني اول بطولة فعملت نجاح حلو الحمدلله في وسط البلد وتعرفت اعتبر في وسط البلد ان ده المعلم خاش بقى كنت طالع كنت طالع حنوتي وكده فكانت كوميديا وكانت خلوة العرض استمرت ايه؟ العرض عرضنا كذا ليلة السنة ورا سنة ودخلت فترة الكورونا وكده يعني عدتوا كذا سنة عدنا كذا سنة وصمع الحمدلله دايما الكاركتر بتاعتك بطة في المحطة صح؟ دايما الكاركترز المسرحية بيكون لها لازمة كده بتتشهر بيها صح؟ يعني اكيد كان في جملة مثلا الكاركتر بتاعتك في المسرحية صح؟ في جملة مثلا او بفة اه في الفة اللي هو بتاع اده بطة انت اده بطة فدي كان بتجيب مع الناس اول اللي هو كان بطة على الوقت من الصحبة بتاعش او عارفين فيلمي اسماعيل أسترين لما كان طالح حنوتي وليه لوا لما كان طالح حنوتي وليه اللي كان بيأكل كل شوية دا معاي ايوه انا كنت اعمل الحتة دي ما تمثلينا حاجة بسيطة كده من شغلك بقى مش لازم منير يعني إنت بقى أو أنا فبقتوني بالسؤال ده انا مش محضرينه واحد أي حاجة يعني أي حاجة تخطر في بالك ممكن تفتكر اه مشهد مثلاً قدام لجنة التحكيم طلبوا منك أنك تمثل مشهد فأنت بتختار مشهد أو بترتاج المشهد ماشي عشر سنين وأنا شغل معك من يوم ما تقربت من جامعة لحد دلوقتي العمر اشتكيت والعمر طربت زيادة في المرد ولا حتى فكرت روح لشركة تامية وفي الآخر تبقى دي آخرتها تستغنى عن قدمتي؟ وليه؟ عشان ابنواحي صاحبك لسه بالخرج من جامعة معرفش إيه؟ طب والعشر سنين والشقة والصبر والتعب حد ما الشركة دي وقفت على رجلها خلاص كده تستغنى عن قدمتي؟ كده يعني لا في موهبة لا إن شاء الله هتنجح في قد طب قلنا بقى بعد الفيديو كليب اللي كسر الدنيا بتحضر لحاجة قريب؟ مسلسل بالتو بتولد الفنان محمد محمود ومحمود البزاوي الأستاذ محمود البزاوي الفنانة عرف عبد الرسول إخرج عمر المهندس حفيد الفنان الراحل فقد المهندس فده وأنا نهاردة اتفاجأت وأنا قاعد بتفرج لقيته وبتقولوا إن مسلسل أخر دور هيتعرض دينا الفنانة دينا الشربين أنا مشارك فيه مع المخرج حسين المنباوي عمل فيه مشهد كده حلو كويس مع الفنان الكبير طبعا محمد الصور مشهد واحد في المسلسل مشهد واحد بس حلو يعني حسين المنباوي عمل رائعة جزيرة غمام في رمضان يعني كلمنا عنه بقى شوية المخرج حسين المنباوي معروف في الوسط الفن اللي هو من أمتع المخرجين اللي الناس اشتغلت معي فلما رحت اشتغلت معي في آخر دور حسين اللي هو فعلا جميل ما بتعملش بكبرياء أو لأ ده قولي اللي انت عايزه ويبدأ حتى لو هتقول حاجة صغيرة هو بيبدأ يزبط مع الممثل يلا نعمل ده وبياخد أراء المواصلين يعني بيوصل لحطة المواصل انت طلع الإبداع اللي عندك فمن المخرجين اللي هم فعلا جميلة طب مين بقى النجوم اللي نفسك تشتغل معاهم بجد يعني حلمك؟ طبعا فنان أحمد مكي نفسي نفسي الفنان كريم عبد العزيز أحمد عز فيهم بقى مين من المخرجين نفسك تشتغل معاهم؟ مين من المخرجين حاسس ان انت لو اشتغلت معا هيتطلق أحسن معا عندك كممثل؟ أنا نفسي أعمل حاجة كبيرة مع المخرج العالمي يسري نصر الله أنا اشتغلت معا في منورة الأهلاء بس كانت حاجة يعني مش كبيرة المثلثة كان عشر حلقات وأحقق نجاح كبير قوي يسري نصر الله من المخرجين فعلا اللي لو الممثل بيعمل حاجة بيشكر عليها بيقوله شكرا أنا بحبي المخرج كبير جدا وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جدا أحمد يونس بطل تليب للي الفنان محمد مونير أو للي للي نورتنا وأسعدتنا بمنالك التوفيق إن شاء الله أنا أسعد بترحبكم ده ومبسوط وكان من أهدافي أن أنا أحضر صباح الوردي والحمد لله حققته شكرا جزيلا نورتنا يا أحمد وأكيد سيكون في لقاءات تانية بأعمال جديدة بإذن الله إن شاء الله وجهدينا خلصت فقرتنا الأولى استنونا في وصل صغير ونرجع لكم بتاني وفكراتنا